صباح الخير طلاب انا ام درست اللغة الانجليزية هند خالص في ثانوية الاقصال الاهلية للبنين هذا الدرس للصف الثاني المتوسط درسنا لهذا اليوم هو الوحدة السابعة الدرس العاشر الآن افتحني كتاب الطالب الكتاب الملون على صفحة 82-83 هنا بهذه الصفحة 82 صفحة 83 عدنا الدرس العاشر اليوم عدنا قصة طبعا بدرسنا لهذا اليوم رح نختم الستيودنت بكو رح نكمل الكتاب الملون وان شاء الله تبقى لنا فقط محاضرة واحدة تخص الاكتيفتي بوك هسا نجي على درسنا يقول لنا اهنان بوبان باسم ذي ميدالز بوبوباسم الميداليات اهنان اش عدنا مثل ما تعرفون طبعا من اليونت الاول كل درس عاشر اه من كل وحدة هي شنو هو عبارة عن ستوري المين ستوري البوبان باسم يحكينا على المواقف اللي تصيروا ياهم واكثر شي المواقف المين تصير تصير على بوب فزين خلي نشوف اليوم اخر قصة ويانا البوبوباسم شنو اللي صار وياهم عندك انا بوبان باسم ذي ميدالز بوبان بوبوباسم الميداليات زين يقول لك read the story and find the answers to these questions يقرأ القصة ومن ثم يقول لك اجد الاجابات عن هذه الاسئلة رح نقراها انترجمها نشرحها وبعدها نرجع نحل هذه الاسئلة التلاثة يقول لك one day we went on a mountain walk يوم من الايام ذهبنا الى الجبل جيم كوبر was running up the mountain like a goat يقول لك جيم كوبر اش بي يقول لك كان running up يعني كان يتسلق هنا بما معنى كان يتسلق الجبل like goat goat معناها ماعز مثل ماعز لان شمعنى استخدم المعز هنا لان المعز هي تعتبر من الحيوانات الجبلية زين come on guys faster faster he called كان يناديهم قال لهم تعالوا تعالوا يا أصدقاء أسرع suddenly he slipped and fell فجأة هو عثر ووقع oh he screamed my leg is broken صراخ قال لهم my leg is broken قال لهم ساقي لقد كسرت شو كانت عزيز فاند تو سيكس and tie them to jim's leg شو كانت عزيزي سوا وجدوا تو سيكس هاي شاني الستيكس يعني مثل ما نقول عليها احنا مثل العوادين إذا دنتخيلونا موقف تطلع هاي شسمة بالأفلام خاصة هي بالشسمة من يتعرضون الحادث بي المناطق البرية لهاي السوالف يستخدموها فاش سووا شافوا عوتين لان بيعتبار انهم ما كانوا بيرودوا هالسوالف اخذوا اش سووا اخذوا عوتين ربطوهم وين على الساق ماتة يعني عودة من فوق عودة من جو وربطوا بيها الساق ماتة شوفوا مثل هاي هنا هيتشي مثل هاي الطريقة وحدة وين لخ وربطوا بيها الساق عالمون شنو حتى تثبت بيعتبار ان كسرت الساق حتى يعني لصر عليها فتحها ركا وتتأذى نزيان يقول لك that's better see a gym جم يشكرم قرم هذا أفضل but I can't move gym لكنني لا استطيع التحرك two of you will have to go to the nearest farm and see the message can any of you drive قل لهم اثنان منكم سيذهبون الى اقرب مزرعة ويرسلون رسالة can any of you drive هل يستطيع اي منكم السياقة يعني القيادة I can't say basim باسم قال انا استطيع I drove a tractor on my uncle's farm اش قل لها قل لاني اقود شي اسمه tractor اللي هو احنا نفس ايضا نستخدمه نفس التعبير شي اسمه tractor اللي هو نفس احنا نسمي tractor اللي هو نفس الجرار يعني زيان on my uncle's farm قل لها بمزرعة عمي باسم عندي went back to the bus يقول انا وباسم وين راحوا راحوا بباس I found the nearest town on mob and gave directions ش بيهم يقولون احنا عنا رجعوا للباس وش قال I found the nearest town وجدت اقرب مدينة on the mob وجدت اقرب مدينة على الخارطة and gave directions واخذت يعني الش اسمه يعني الطريق الاتجاهات after an hour we saw some houses بعد بضع ساعات رأينا بعض المنازل stowa the first one توقف عند اول واحد I said قل انا قلت لي خلنا نتوقف عند اقرب واحد هذا ابو بدي يحتي a young man opened the door ولا تشاف فتح الباب can you help us ask Basim Basim سئل هل تستطيع مساعدتنا there there's been an accident we have to send message to south port is urgent قال لي لقد حدثت حادثة صار حادث وقع حادث we have to send a message ونحن يجب ان نرسل رسالة للساوث بورد is urgent انها طارية in a very short time rcq helicopter arrived بخلال وقت قصير الانقاذ يعني اش بيوصل لهم الانقاذ شنو من خلال الهليكوبتر طائرة هليكوبتر للانقاذ arrived وصلت ازين يقول لك the pilot was dick bird اكلم بين he shouted البيلوت شنو اسمه الطائر dick bird قال لهم يلا تسلقوا and look out for your friends if you see them shout اش قال لهم قال لهم تعالوا صعدوا ويايا وlook out وقعدوا دوروا على أصدقائكم بس تشوفوهم وقلوا لي ok shouted بسم قال لها تمام they both had to shout because there was a lot of noise in the helicopter يقول لك الاثنان كان يجب عليهم بأن shout يعني صيحون because there was a lot of noise in the helicopter لأنه كان هناك الكثير من الضوضاء في الطائرة five minutes later I saw them بعد خمس دقائق أنا رأيتهم over there this time I shouted يقول مو خمس دقائق أنا شفتهم فقال لهم هناك هذه المرة يقول آني اللي عيطت took Paul Hans and Aziz wear waving arms and jackets like flags in the wind يقول took Paul وHans وعزيز شبيهم كانوا يلوحون بأيديهم وباستخدام الستر كالأعلام في الهواء we landed we landed two can't hands try to pick jim up يقول لك احنا يعني هو باطنالهم two can't hands شبيهم try to pick jim up حاولوا انه يعني شيلون jim no no said dick you mustn't move him dick اش قال لهم dick اللي هو البايلوت الطيار قالهم you mustn't move him قالهم انتم يعني لا يجب انه تحركوا not like that قالهم مو بهذه الطريقة you never know انتم لا تعلمون it might be serious من يكون يعني خطر شديد you will make a structure اش قال لهم قال لهم انتم ما يصير تحركوا بهذه الطريقة يعني شافهم دي حركوا بطريقة خاطئة انهم مقابل اش مدريهم فاش قال لهم ها فهو اش قال لهم قال لهم شو اسمه يعني انه اصابة من ممكن انه تكون خطرة قال فاش قال لهم قال لهم we will make a structure فقال لازم ش نسوي قام احنا لازم نسوي لنقالة يعني شون هاي السدية اللي شيلون بها المستشفى بالاسعاف قام احنا لازم هيت ش نسوي زي very carefully باسم عن داي lift الجيم on to our structure يقول بحذر شديد باسم وبو بش بيهم يقول يعني آني وباسم رفعنا جيم اللي النقالة ماتنا شوفوا مثل ما متوضح به هذه الصورة it was made from two pieces of wood and three sweaters كانت مصنوعة مش نستراتش ماته من النقالة مصنوعة من قطعتان من الخشب و three sweaters و ثلاث يعني بلوزات نحن حملنا للهليكوبتر ثم ثم صعدنا بهم I've been on the radio to Southport hospital سيد Dick I've been on the radio to Southport يعني قال انه احنا حروح الى مستشفى Southport they know we are coming هم يعلمون باننا قادمون we left gym on the hospital and a friend of Dick drove us back to the camp يقول احنا يعني ودوا جيم للمشفى على المستشفى وصديق ديك الطيار اخذهم وين رجعهم للكام للمخيم بوب باسم somebody shouted شخص ما الصرخ يقال بوب باسم it was road border he was running towards us منو كان الشخص اللي دي يصرخ عليهم باساميهم هو road border يقول he was running towards us كان يركض باتجاه هنا what have we done now I asked باسم ماذا يجب ان نفعل الان يقول سألت باسم يعني شوين هالمرة زين well done said road رود اش قل لهم يعني احسنتم you were fantastic you are going to get a medal both of you the the wyc medal اش قال لهم قال هم احسنتم لقد كنتم رائعين وسوف يعني تحصل على ميدالية اثنانكم اللي هي ميدالية مالة wyc medal اللي هي مخيم مالتهم world youth camp اخذناها من اليوم تل اختصار wyc world youth camp the next day اليوم اللي بعد يعني everybody cheered as rude a border pinned مبالا ايه as pinned on possum's middle يقول لك باليوم التالي everybody everybody cheered الجميع انو حي مثل road border pinned on possum's middle اللي كانت مثبتة على ميدالية باسم thank you ro said possum smiling باسم بتسمبو جاي قلة شكرا then road pinned on my middle he pressed too hard يقول وراها شو رود يقول يعني شو اسمه ثبت على ميدالية يقول بس شنو بقوة يعني خلال هي ضغط ouch i screamed صرخ لان i thought it was the ants again كلان اعتقدت انو هذي النمل مرة ثانية i run ants i shouted as i jumped into the pool يقول 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 صحت النمل النمل يقول قعد يعيط بوب يقول وقفزت وين بال pool بحوض السباحة بوب هذي لقد كان انو هي بس هاي لقد كان يمسك هو pin مال الميدال يعني مثل ما نقول احنا الدنبوس مال الميدالية لان شاف انتو الميداليات يشكلها بالدموس مثل هذا فهو مو داي شكل الميدالية فش انو مو الذهج داس قوي فهو عبال عبال النمل وركض فقال اش بك هي بس هاي هو بس pin زين الدنبوس او نو اي سيد واي مي واي دو ديس تنك اي اي هبن تو مي تاني رجع قل لهم لماذا انا لماذا كل هذي الاشياء تحدث لي هذي هسن خلنا اخذ النيو فوكابيلاريز عدنا ميدالز ميداليات جوت ماعز قايز رفاق سلب انزلق او عثار فيل سقط ستيكس عصي تايد ربط تراكتر جرار زراعي ماب خريطة دايركشنز اتجاهات ارجنت طارق رسيكيو هليكوبتر هليكوبتر الانقاذ arrived وصلت lookout انتبه افلاكس اعلام landed هبط سراتجر نقال لفتد رفع well done احسنت cheered ابتهج smiling ابتسم pint مثبت زيان نجي عالاسئلة مو بيها تلاثة سئلة زيان من قلنا read this story and find the answers to these questions number one who was leading the walk in the mountain منو كان يقودهم برحلتهم للجبال ليهو جيم كوبر two who drove the bus to get help من قاد الباص عمده يجيبو المساعدة باسم three who pinned the medals on bob and basem منو ثبت الميداليات يعني نبس الميداليات البوب و باسم road border زيان now we move to activity book now please open your activity book on page 103 الآن افتحنا كتاب الكرة صفحة 130 here we have exercise بعدنا تمرين بي يقولك complete the sentences using the words in the books بدنا كلمات هنا بالمستطيل يقولك تنزلنا اياها بالفراغات عندك drove broke thou tresecured drove ساقة broke كسر thought اعتقد ريسيكيود انقذ نجي number one جيم كوبر his leg on the mountain walk اش سوى للساق مات ساق هلو لو كسر هلو فكر بيها لو انقذ هش سوى لها broke كسر زيان two باسم to the nearest town اش سوى الاقرب مدينة باسم drove ساق الاقرب مدينة زيان three ديك بوب انباسم جيم using a helicopter اش سوى ريسيكيود جيم using a helicopter four when he was getting his medal بوب انا بتهم اش عبال فنقول ثوت انا بتهم اعتقد بان نملش بيها لساعة now we have reached the end of our lesson for today if you have any question please write for me الان وصلنا الى نهاية درسنا الهذا اليوم اذا كان عدكم اي سؤال فقط اكتبولي انا have انا اعجي بي بي بي